بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 نواصل في شرح قواعد حساب رقم الأكسدة القاعدة الثامنة والآخيرة هي أن مجموع أعداد الأكسدة لجميع الذرات في آيون يجب أن تساوي الشحنة الموجودة على ذلك الآيون مثلا في آيون النترات يوجد ذرتين هما النايتروجين والأكسجين إذن مجموع أعداد الأكسدة للنايتروجين والأكسجين يساوي الشحنة التي يحملها هذا الآيون وهي سالب واحد طبعا نحن هنا هدفنا في حساب أعداد الأكسدة هو حساب أعداد الأكسدة للعناصر وليس للمركبات إذن إذا كان عندك آيون عديد الذرات فإن الشحنة التي يحملها هذا الآيون تساوي مجموع أعداد الأكسدة للذرات المكونة لهذا الآيون إذا أخذنا مثال آخر مثل آيون الأمونيوم الشحنة التي يحملها هذا الآيون هي موجب واحد إذن مجموع أعداد الأكسدة للنايتروجين والأكسجين يساوي موجب واحد آيون الكالسيوم هل هو آيون عديد الذرات أم آيون أحادي الذرة؟ من الواضح أن هذا الآيون هو آيون أحادي الذرة لذلك فإن عدد الأكسدة له يساوي الشحنة التي يحملها أي أن عدد الأكسدة يساوي موجب اثنين الفوسفات هل هي عديدة الذرات؟ آيونات عديدة الذرات أم أحادي الذرة؟ واضح أن هذا الآيون مكوم من ذرتين هما الفوسفور والأكسجين إذن هو آيون عديد الذرات ورقم مجموع أرقام الأكسدة لهذا الآيون هو الشحنة التي يحملها أي أن مجموع أعداد الأكسدة للفوسفور والأكسجين يساوي سالب ثلاثة آيون الكبريتات يتكون من ذرتين هما الكبريت والأكسجين ويحمل شحنة مقدارة سالب اثنين إذن مجموع أعداد الأكسدة للكبريت والأكسجين يساوي سالب اثنين وبالنسبة للمركبات غير المشحونة مركبات متعادلة فإن رقم الأكسدة للذرات التي تكون هذا المركب يساوي صفر لأنها لا تحمل أي شحنة يعني بالنسبة للنشادر فإن مجموع أرقام الأكسدة للنايتروجين والهايدروجين يساوي صفر لماذا لأن هذا الآيون لا يحمل أي شحنة كيف أعرف أنه لا يحمل أي شحنة واضح أنه فوق هذا المركب لا توجد أي شحنة موجبة ولا سالبة إذن شحنة تساوي صفر إذن مجموع أعداد الأكسدة يساوي صفر الماء أيضا لا يحمل أي شحنة إذن مجموع أعداد الأكسدة للأكسدة والهايدروجين يساوي صفر مجموع أعداد الأكسدة للنايتروجين والأكسجين في ثاني أكسيد النايتروجين أيضا يساوي صفر وكذلك الحال بالنسبة لبقية المركبات بذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في أعداد التأكسد في دروس لاحقة